مرحبا بكم في قناة تحفة يوب المظهرات تملأوا شوارع في كيك والمغاربة المتدررون يعودون لأول مرة للاقتراف كيف عملهم ملكهم ثم الجيش الجزائري يصنعوا الحدث بالقرار بداية مظهرات نهرية وليلية منذ يوم أمس تملأوا شوارع في كيك وتحديدا كل عائلات الذين كانت الجزائر أمرتهم بالخروج من إقليم العرج في كيك عندما استرجعتها الجزائر حينها من المغرب لأنها حق للجزائر ومعصرف دوليا بأن تلك المناطق تابعة للجزائر حتى أن محمد سادس وجيشه كانوا انسحبوا فور أمر الجيش الجزائري لهم لكن عودت العائلات والمزارعين لمغاربة لتدهور قرب إقليم العرجلان في الذكرة السنوية لإخراجهم من تلك الأراضي وإبعادهم نحو المغرب جاء بالأساس للتهميش الذي يعانون منه من طرف مسؤول بلادهم خاصة وأن نظام المغربي منذ خروج هؤلاء المواطنين من العرجة لم يأبه لهم محمد سادس ولم يوفر لهم أي مطالب ولا أي ظروف ولا حتى أي تعودات لا بالأراضي ولا بالأموال خاصة وأنهم ساخطون على نظام بلادهم ومسؤوليهم بما أن نظام المغربي كان باعهم تلك الأراضي الفلاحية في العرجة الجزائرية قبل عشرات سنوات رغم علم نظام بلادهم أن تلك الأراضي هي حق للجزائر وتبع لها وستطالب بها مستقبلا وهو ما حدد حيث أن مسؤولي المغرب باعوا لشعبهم أراضي جزائرية ما يعني التوجب أن يعوضهم ملكهم بعد أن تم إخرجهم من تلك الأراضي الجزائرية وتعرضوا لخداع من مسؤوليهم إلا أنه لا حيث لمن تنادي ولم يأبه بهم أي مسؤول ورفضوا تعوضهم فالخطأ والدنب دنب مليهم ليس الجزار التي لم تفعل شيء سوى أخذ حينها أراضيها واسترجعتها بكل شفافية بل لها فضل كبير حينها على المغرب بما أنها تركت تلك الأراضي للمغرب تستغلها لعشرات سنوات منذ الاستقلال إلى أن استرجعتها قبل سنوات تلك العائلات خرجت في مدهرات منذ يوم أمس وخرجوا حتى ليلا ومصممون على المواصلة في التدهور والضغط على ملكهم ومسؤوليهم للتحرك لتعويضهم والسماع لمطالبهم خاصة وأنه من المستحيل أن يقدروا على استرجاع تلك الأراضي التي استرجعتها الجزار هذا وكان الجيش الجزائري عملهم برفق عندما منعهم مهلفا للخروج منها عكس مخزن بلدهم ومسؤوليهم الذين عملوهم بقسوة واعترضوا طريقهم ويحاولوا المخزن تفريق مدهرتهم بالقوة مع تضيق الخناق عليهم والقامع وغيرها من سياسات محمد سادس الذي حتى إعلامه لم يغطي تلك المدهرات واتجهلوا مطالبهم كليا لهذا لجأوا إلى مواقع تواصل الاجتماعي واللايفات في تلك المدهرات كما أنه يبدو مسر على عدم تعويضهم أبدا بعد أن كان خدعهم وبعاهم أراضي جزائرية شاتعة بأموال طائلة وانتقدوا بشدة في مدهرات إعلام بلدهم والمسؤولين عليهم لأنهم لم يجدوا أي تغطية ولم يجدوا أي مسؤول ينزلوا ليسمع مطالبهم بل وجلوا العصى من الأجهزة الأمنية تابعة لملكهم تنتظرهم وتفرقهم ما دفعهم للقول أن الجزائر كانت أرحم بهم وعلى الأقل كانت أخرجتهم بلطف في حين نظام بلادهم وملكهم بعد أن لكان لم يتجرى حتى على منع أو اعتراض طريق الجزائر في السرجاع الرضيغة رغم ذلك لم يعودهم ولا في أبهبهم إطلاقا الجزائر تعزل حفتر تماما وتدخل لقلب ليبيا بتعاون استخمة طريح الليبيين وتغضب الإنقلاب حفتر فمدى فعلت حكومة العرباوي مع قرار صارم وتاريخي من الرئيس عبد المجيد تبون بداية الجزائر تقفز مع ليبيا نحو خطوة تاريخية واستثنائية أسعدت الشعب الليبي لأنها خطوة قال عنها مراقبون أنها ستكسر شوكة حفتر ويده لتان ضل بهم مسيطرا على النفط الليبي أما بهذا التعاون سيستفيد كثيرا الشعب الليبي خاصة مع خبرة سونتراك الجزائرية وعزم الجزائر على المساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي والاستمرار في فك عزلة هذا البدل الجار والشقيق أما حفتر مع خطوة شركة سونتراك الجزائرية مع الحكومة الشرعية لكعادته لن يتجرى على اعتراض طريق الجزائر لعلمه بكيف سيكون الرد عليه حيث وقع الرئيس المدير العام لسونتراك رشيد حشيشي ونظيره رئيس المؤسسة الليبي للنفط فرحات عمر بن قدارة ملحق مذكرة تفاهم الموقع بين الطرفين والهدف استخراج أكبر كمية ونقل خبرة ومساعدة ليبيا بالخبرة والمعدات قدر الإمكان بشركات سنائية سنائية تاريخية خاصة وأن شركة سونتراك أعلنت دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير المواد التقليدية وغير التقليدية في ليبيا كما تضمنت الاتفاقية تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة مع تنفيذ تقنية الاسترجاع الدانوي المتعلقة بالانتقال الطقوي والطقى المتجددة وكذا التكوين وتبدو الخبرات لتبدأ بتمديد فترات تنقيب بحوض غدامس في ليبيا ويتفائل الشعب الليبي بهذه الخطوة التي لا طالما انتظروها كثيراً للاستفادة من خيرات بلادهم خاصة مع خبرة الجزائر التي أمضت اتفاقيات عدة مع العديد من الدول الإفريقية وأخرى أيضاً عربية للتنقيب عن النفط والغاز ونقل خبرات بشركة تاريخية وقالت الصحف الليبي أن دخول شركة سونتراك الجزائرية العالمية سيفتح الباب ويحفز هذا الأمر كثيراً كبرى الشركات العالمية للاستثمار والشاركة في ليبيا خاصة وأن المؤسسة الوطنية للنفط الليبيا دعت جميع الشركات الأجنبية للمشاركة مع الجزائر وتول الرغبين وشارك حشيشي المدير العام لسونتراك مع ليبيا الخطط المستقبلية للطاقة تحديداً الغاز الطبيعي الذي للجزائر خبرة كبيرة فيه وليحقق أيضاً مكاسب اقتصادية والاجتماعية كبيرة جداً ومعلوم أن حفتر الذي يعدي الجزائر لا تعجبه هكذا خارجات من الجزائر خاصة وأنها لا تعطيها أي قيمة وفتحت رغماً عنه العديد من العمابر الحدودية منعشة المبادلة التجارية بين البلدين وفكة العزلة على الشعب الليبي الشقيق الذي يطمح لتعود بلده كما كانت أقوى وتخلص كلياً من العملاء الذين يحاولون تعطي المصار الحل والانتخابات بمبادرة الجزائر أيضاً التي ستفيد كثيراً ليبيا لإعادة اسمها للساحة الدولية وإعادة الأمن والاستقرار حفتر يفاجئ الجميع ويسر على الصلح مع الجزائر والزيارة لكن لماذا لا تتقو فيه الجزائر ووسط الروسية لكن كيف كان رد الرئيس سبون بداية خليفة حفتر يظل بخارجها غير متوقعاً مؤخراً محاولاً تهدئ وبناء صفحة جديدة وكلياً مع الجزائر محاولاً حتى زيارة عبر استغلال علاقاته مع أطراف الروسية لكي تتوسط له لذا الجزائر وخاصة عبر بوتين إلا أن المعضلة الوحيدة التي يقول عنها مراقبون هي في عدم تقت سلطة الجزائرية في حفتر لأن الأخير لا يؤتمن وكانت وصفته الجزائر بالعمل لدول أجنبية نهيك عن كونه لا توجد أي فائدة لبناء أي علاقة معه خاصة وأن الجزائر أصلاً تدعم مصار واحد ووحيد وهو بالانتخابة الرئاسية في ليبيا التي تراها الحل الوحيد والأمثل وحفتر يتمطل في هذا الأمر كثيراً لأن الفوضى وعدم الاستقرار تساعده كثيراً بحكم قيادته لبعض الميليشيات إلا أن خرجته الأخيرة بالتهدئة مع الجزائر وتملق لها وحتى إرسال وفوده إلى روسيا وكشف مصادر صحفية أنه طلب من السلطة الروسية وعلى رأسها بوتين وأعضاء من فاغنر لنين الوساطة التي يريدها إلا أن هذا الأمر لا يزال صعب المنال حتى إن حدث فعليه تقديم تنزولات ضخمة ومهولة للجزائر لكي تزيله من القائمة السوداء لأنه أصلاً موجود في القائمة السوداء الممنوع دخولهم من الجزائر نحك عن كون الجيش الجزائري كان هدد حفصار في أكثر من مرة وترده من قرب الحدود كذلك رئيس بون كلا رسم له خلطاً حمراء للعديد من المناطق في ليبيا لا يجرؤ على دخولها لأن الجزائر تعهدت وهددته بالتدخل والضرب بقوة خاصة حول العاصمة طرابلوس التي تحمها الجزائر ومنعته من دخولها نفس الأمر مع القواف التجارية التي لا تتوقف بين البلدين عبر المعابر الحدودية الكثيرة التي فتحها رئيس بون رغماً عن حفصار مهدداً إياه بالنهاية لو تجرأه واعترد طريقها أو مسأي قواف الجزائري مهدداً إياه بالنهاية لو تجرأه واعترد طريقها أو مسأي قواف التجارية دخل إلى ليبيا لهذا يبدو أن العزلة الكبيرة التي فرضتها عليه الجزائر حفصر يفاجئ الجميع ويسر على الصلح مع الجزائر وزياره لكن لماذا لا تتقو فيه الجزائر ووسط الروسية لكن كفا